تغطية حية ومستمرة تأتيكم من موقع صدى البلد أهلا بكم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ينتظرون أي معلومات تخص جدول الامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضراتكم تفاصيل رسمية وتفاصيل تخص الأسئلة من حيث عددها والدرجات المخصصة لها طلاب الثانوية العامة يترقبون بفارغ الصبر إعلان جدول الامتحانات 2024 من جانب وزارة التربية والتعليم وخلال الساعات الماضية تم تداول جدول الامتحانات الثانوية العامة 2024 على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبدورها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذا الجدول الذي يتم تداوله قبل اعتماده من الوزير وأكدت أنها غير مسؤولة إلا عن جدول الامتحانات الذي سيتم اعتماده رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والذي سيتم إعلانه في بيان رسمي على الصفحة رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت ولكن الوزارة كشفت معلومات مهمة عن جدول الامتحانات الثانوية العامة 2024 وتمثلت فيما يأتي سيكون موعد بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 أما المواد المضافة للمجموع فسوف تبدأ امتحاناتها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وكان قد طالب الأهالي بمرعاة عدة أمور في جدول الثانوية العامة حيث قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر لنهوض بالتعليم واقتلاف أولياء الأمور أنها استطلعت أراء أولياء الأمور حول مقترحاتهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة وطريقة ترتيب مواعيد أيام المواد داخله وأوضحت أن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة طالبوا بضرورة مراعاة وضع مدة كافية بين المواد لا تقل عن أربعة أو خمسة أيام بين كل مدة والأخرى لإتاحة الوقت للمراجعات لجميع الطلاب مع مراعاة عدم زيادة نسبة أسئلة الطلاب المتميزين في الامتحانات كما طلبوا أيضا بعدم وضع أسئلة تعجيزية وكان قد أعلن الدكتور ردا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل اعتماده وسوف يراعي فيه الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة وقال الوزير ترقبوا إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا كما وجه أيضا بإجراء امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأطحى المباركة على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 حتى يتاح لطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء الامتحانات في المواد المضافة للمجموع والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعا مع رؤساء المواد والمسؤولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 بالمركز القومي للمتحانات والتقويم التربوي وذلك بمقر المركز وشدد الوزير في اللقاء على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العام 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مدة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل وأكد أيضا مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة ويكون توزيع درجات الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كل الإجابات المحتملة كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة ووجهها بضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية وأوضح الوزير أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح أوبينبوك أسوة بالعام الماضي حيث سيستلم الطالب كتب المفاهيم في بداية امتحانات كل مدة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية والتدرب في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد وبناء على ذلك ستكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير وسوف تتمثل فيما يأتي 85% من أسئلة الورقة الامتحانية ستكون اختيار من متعدد والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مدة وسوف تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة و40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات العقلية القليا ويتم الإلزام بدقة سياغة الأسئلة وفق قواعد سياغة الأسئلة الصحيحة كما تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في صورة بابلشيت ويتم تصحيحها إلكترونيا وستكون أسئلة من المنهج الدراسي بأكمله وسوف تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح الأوبين بوك إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وضمتم بألف خير كنت معكم أنا اسمي فتح الله شكرا